موسيقى ثلث الرقام حرر من داعش منذ انطلاق عمليات غضب الفرات بعد تحرير الموصل القوات العراقية تستعد لتحرير قضاء تلعفر من احتلال داعش موسيقى الامارات تشدد على ضرورة وجود مراقبة دولية في ازمة قطر موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم مشاهدنا الى نشرة اخبار اليوم سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على معظم حي هشام بن عبد الملك جنوب مدينة الرقة بعد اشتباكات مع تنظيم داعش بينما لا تزال الاشتباكات مستمرة بين الطرفين في الاحياء الشرقية للمدينة وفي سوق الهال واسطى قصف التحالف الدولي لنقاط تمركز التنظيم تفاصيل اوفى في هذا التقرير اربعون يوما على انطلاق معركة تحرير الرقة من تنظيم داعش وثلث المدينة من اطرافها محررة بعد معارك خاضتها قوات سوريا الديمقراطية مدعومة من التحالف الدولي الحقت بالتنظيم المتطرف خسائر فادحة بالارواح والعتاد محاور المدينة الاربعة اغلقتها غرفة عمليات غضب الفراد تماما واشعلت المعارك من جميع الجهات لتضييق الخناق على داعش داخل المدينة لتتمكن من كسر ما يعرف باسم خط الدفاع الثاني للتنظيم الذي لا يزال يستخدم المفخخات لصد الهجوم ويتخذ من المدنيين دروعا بشرية المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي داعش لا تزال مستمرة في ستة احياء داخل مدينة الرقة ابرزها شارع هشام بن عبد الملك والرقة القديمة والروضة والدرعية والبريد تمكنت فيها القوات المهاجمة من قتل ستين فردا من افراد داعش والحاقه بخسائر كبيرة لسيما شارع هشام بن عبد الملك الذي كسرت فيه خطوط دفاع داعش وسيطرت على سبعين في المئة منه وخلال المعارك تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من انقاذ عشرات المدنيين في حي الطيار ونقلتهم الى الاحياء المحررة كالقادسية والسباهية تمهيدا لنقلهم الى المناطق الامنة التي يديرها مجلس الرقة المدني عشرات الالاف من المدنيين لا يزلون تحت سطوة افراد داعش البالغ عددهم نحو ثمانمائة مقاتل بحسب تقديرات ابناء المنطقة اهمالهم بحسم قريب يخفف عن اهالي المدينة التي عاشت في ظلام على مدى السنوات الثلاث الماضية افادت مصادر في المعارضة المسلحة بقتل عدد من قوات الاسد والميليشيات المساندة لها في الغوطة الشرقية في ريف دمشق كما ادمرت مدرعات عسكرية عدة عقب استهدافها بصواريخ مضادة للدروع واضافت المصادر ان مسلحي المعارضة تصدر قوات الاسد والميليشيات في بلدة حوش الظواهرة في الغوطة الشرقية من جانبها اعلن جماعة فيلق الرحمن تدمير دبابة في عين ترما بعد محاولة قوات الاسد التقدم اعلن جيش الاسلام موافقته على حل نفسه والاندماج في جيش سوري وطني موحد بناء على مبادرة المجلس العسكري في دمشق وريفها التي تنص على حل التشكيلات العسكرية في الغوطة وتشكيل نواة لجيش سوري وطني موحد اضافة الى حل كافة المؤسسات المدنية والخدمية واعادة هيكلتها في جسم واحد كما تنص المبادرة على معالجة كل فكر دخيل يعارض مبادئ الثورة السورية اعلنت مصادر عسكرية عراقية ان الهدف المقبل لتحرك القوات العراقية هو استعادة السيطرة على قضاء تلعفر من احتلال داعش وفي الموصل تواصل القوات العراقية عملية ازالة مخلفات داعش من الجانب الغربي للمدينة تزامن ذلك مع عودة مئات الاسر النازحة الى الاحياء غير المتضررة داخل المدينة واستصعوبة كبيرة تواجهها بسبب انعدام الخدمات الاساسية من بين مخلفات داعش في الموصل زوجات مقاتليه الذين قضوا في معارك تحرير المدينة عشرات نساء قتل ازواجهن وبقي اطفالهن ليشكل عبءا اضافيا على المجتمع الموصلي الذي انهكه احتلال داعش على مدى ثلاث سنوات كثير من هؤلاء النسوة انفصلنا عن ازواجهن بعد انخراطهم في داعش رفضا لممارسات التنظيم وبسبب الطريق المظلم الذي يسلكه امراؤه مراسلنا لأي يمين التقى عددا من اولئك النسوة ووفانا بالتقرير التالي من قرية نائية غربة كريت قدمت مريم وهي ام لطفلين مع زوجها الى مدينة الموصل وبعد مدة من وصولهم انضم زوجها الى تنظيم داعش الامر الذي رفضته وعلى اثره تركت زوجها وانقطعت اخباره عنها تلتقط انفاسها بصعوبة من شدة التعب عقب خروجها من اخر النقاط التي كان يحتلها داعش في الموصل حسن هي الاخرى تركت زوجها وانفصلت عنه بسبب انتمائه للتنظيم مبررة ذلك بعدم رضاها عن افعالهم تجاه المدنيين من القتل والتنكيل لتعيش حسن في ظل داعش في خوف وترقب دائمين خشية انتقام زوجها من صارت هذا البنية ما شفت ورا شافني ورا ما راح ويا صاروا اياهم قلت له هذا الطريق مظلم انا بصفحة وانت بصفحة من جبت هذا البنية انا رحت عالبيت وهو راح ما عرفت عنه شي ليش عفتي ليش ما امشوا يا ما زالوا بهالطريق ليش هذا الطريق شبيه والله بهالطريق هذا تعرفونه شبيه طريق مظلم كثير من زوجات مسلحي داعش التي خدعنا بالتنظيم عانينا الامرين من الفقر والحصار بعد مصرع ازواجهن اتخلت تنظيم عنهن فاصبحنا يعيشنا على الصدقات مئات النساء فقدنا ازواجهن بسبب انتمائهم لداعش واصبحنا ارامل وابناؤهن ايتاما وهو ما يشكل عبءا اخر وتركة ثقيلة خلفها تنظيم داعش في مدينة الموصل من الموصل القديمة لؤي امين اخبار الان ابدأ موصليون امالهم في قادم افضل بعد ان عادت الحياة الطبيعية الى الموصل التي تحررت على يد الجيش العراقي من احتلال داعش معبرين عن املهم باعادة اعمار مدينتهم التي خرب التنظيم الارهابي معالمها الدينية والثقافية والعمرانية وحاول تشويها تاريخها عراقيون اكدوا لاخبار الان ان فترة داعش ولت الى غير رجعة وان مستقبل ابنائهم سيكون افضل بعد الانتصار الذي تمثل بتحرير المدينة من ارهاب امتد قرابة ثلاث سنوات حاجي اجرى يجب تحرير المدينة والله تحرير عظيم والله يبارك بيهم بس تأخروا علينا لشنا الدواعش انتقموا من النموتون من جوعنا يعني انا اعرف اربع شخاص ماتوا من الجوع اكبار اثنين نسوان واثنين زنم ويلادنا ماتوا من الجوع وبيوتنا الحمد لله صارت قاع وصفين بيهدومنا ما عندنا لا غرض ولا سيارة ولا بيت فرحتي طلعتها من هاي تسوى الدنيا وما بيها بس لمن الله طلعني ياني وجهالي زيان وهالناس هاي تسوى ما توصف والحمد لله والشكر من الله خلصنا والله الشي شفنا يعني يبكي ما حشافوا بالدنيا اول مرة نحمد الله سبحانه وتعالى عز وجل ونشكره على هذا النصار رائع ضد داعش السافل وارتحينا نفسيا من حررنا اخلصنا من داعش وصايت الله وصايت الجيش العراقي الباسل والله احمد الله واشكرو بيتي ما بيشي بس محلي هيئو العمار ان شاء الله اسبوع جايدة الله سهل علينا وترجع الحياة طبيعية بعون الله تعالى سبحانه وتعالى عز وجل وما يشير اللي الخير ان شاء الله حسد فرحة انتهى شي كل شي انتهى يعني الاجرام والدمار ان شاء الله انتهى بعد ما كو حرمة تنهب وبيتين سلب ورجل يقتلب على طريقة الدواعش وان شاء الله احنا بخير كشعب من الموسى شو محضر المدينة محضر روحي المدينة متطوعاني محضر روحي المدينة محضر روحي المدينة محضر روحي المدينة كل شي سوي الأمان وأعمار أنا بالنسبة لي شخصيتي حداد أنا حداد يعني صنفي حداد أهلا بكم من جديد أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور جرغاش أن الضغوط التي تمارس على الدوحة بدأت تجني ثمارها وقال جرغاش في تصريحات لوكالة رويترز من المقرر أن يدلي بها اليوم في لندن إن الحل المراد مع الدوحة يجب أن يكون محليا بمراقبة دولية مشيرا إلى ضرورة التأكد من أن قطر لم تعد راعية بشكل رسمي أو غير رسمي للأفكار الإرهابية كشفت وزارة حقوق الإنسان اليمنية عن وفاة أكثر من سبعين مختطفا جراء التعذيب الذي تعرضوا له في معتقلات ميليشيا الحوثي والصالح في صنعاء وذكر بيان للوزارة أن الضحايا اختطفوا من قبل المتمردين وتعرضوا لأنواع التعذيب كافة كما أكد البيان وجود أشخاص كثر قيد الاختطاف والإخفاء القصري في تلك السجون ودعت الوزارة الجهات الدولية والإقليمية للضغط على الميليشيا للإفراج عن المختطفين كافة أعلن القضاء الإيراني توقيف شقيق الرئيس حسن روحاني حسين فاريدون بتهمة ارتكاب جرائم مالية وفساد وقال متحدث باسم القضاء إن فاريدون خضع للاستجواب مرارا إضافة إلى أشخاص مرتبطين به مضيفا أن كفالة حددت له لكنه لم يلتزم بدفعها وأعيد إلى السجن يأتي ذلك عقب توتر معلن بين روحاني والحرس الثوري ورموز ما يوصف بالتيار المتشدد قتل نحو ثلاثين وأصيب العشرات من أفراد تنظيمات الإرهابية في مدينة العريش والشيخ زويد المصريتين في سلسلة ضربات جوية استهدفتهم في المدينتين وقالت مصادر أمنية إن الغارات استبقت هجمات خططة لشنها المتطرفون ضد قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء وكان الجيش المصري أعلن إحباط عملية اختراق لحدود بلاده الغربية مع ليبيا عبر قصف جويا أسفر عن قتل تسعة متطرفين وتدمير خمسة عشر سيارة أو خمس عشرة سيارة محملة بأسلحة وذخائر تسارعت توتيرة الإرهاب في مصر الأسبوع الماضي بشكل غير مسبوك حيث شهدت مدن مصرية مختلفة أسبوعا داميا وذلك بين هجمات بالقذائف والأسلحة الألية وحتى بالسكاكين أسفرت عن قتل وإصابة العشرات من عسكريين ورجال أمن وسياح أجانب ومدنيين بشتى أنواع الأسلحة وبمختلف الطرق من الهجمات بالقذائف والأسلحة الآلية وحتى السكاكين تتسارع وتيرة الهجمات الإرهابية في أماكن مصرية مختلفة على مدار الأيام القليلة الماضية فخلال الأسبوع الماضي وحده قتل وأصيب العشرات بين عسكريين وشرطيين وسياح أجانب ومدنيين في استهداف طال كل من السينا والجيزة والغردقة والإسكندرية متمثلا في الهجوم على كمائنا وعربة شرطة ومنتجع سياحي وكنيسة وربما يشير هذا التزامن والتنوع واتساع النطاق الجغرافي إلى تنسيق محتمل بين المتطرفين في مصر لشن هجمات تحاول زعزعة الاستقرار خبراء دوليون أرجعوا تزايد النشاط الإرهابي في مصر إلى احتمال انضمام عناصر غير متابعة أمنيا إلى المجموعات المتورطة سواء مما يعرفون بذئاب المفردة أو أولئك العائدين من المناطق التي تعرضت فيها التنظيمات المتطرفة لضربات مؤثرة في ليبيا والعراق وسوريا كما تأتي الهجمات الجديدة لسيما في الغردقة في وقت توجه فيه مصر صعوبات في مجال إنعاش قطاع السياحة الذي تأثر بتهديدات أمنية وسنوات من الإضطراب السياسي عقبت احتجاجات 2011 وفي المقابل فإن تزايد النشاط الإرهابي في مصر تزامن مع ملاحقات أمنية على محاور عدة فخلال الأيام الماضية دمر الطائرات الجيش أو كران المسلحين في سيناء كما أعلنت الداخلية المصرية القضاء على عدة مجموعات في محافظات مختلفة كانت تخطط لتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية منذ أكثر من أربع سنوات وجهزة الأمن المصرية توجه هجمات شريسة تقوم بها العديد من التنظيمات المسلح وأخطر هذه التنظيمات أنصار بيت المقدس التابعي لداعش والذي يشن معظم هجماته في شبه جزيرة سيناء شرقية البلاد لكن نشاطه كثيراً ما يمتد إلى بعض المدن المصرية الأخرى ألقت السلطات الأفغانية في ولاية غازني القبض على ثلاثة من التابعين لجماعة طالبان الذين قاموا باختطاف ثلاثة عشر شخصاً معظمهم من الأطفال بهدف أخذهم إلى مراكز التدريب في باكستان وجاء ذلك خلال عملية لتحرير الرهائن قامت بها شرطة الأفغانية في الولاية بدعم من القوات المسلحة وأكد أحد الرهائن لأخبار الآن بأن ذويهم كانوا يريدون إرسال أبنائهم إلى المدارس الدينية لكن سرعان ما تغير الأمر ووقعوا بأيدي الخاطفين في البداية كنا نريد الذهاب إلى مدارس في باكستان من أجل الدراسة أسرنا كانت على علم بذلك وقاموا بتسليمنا إلى أناس كنا نعرفهم وكان من المفترض أن يأخذنا إلى باكستان لكن بعد ذلك وقعنا فجأة في يد مجموعة لا نعرفهم وبعد مضي فترة قصيرة تمكنت القوات الحكومية من الوصول إلينا وتحريرنا وصلتنا معلومات عن اختطاف 13 طفلا من قبل ثلاثة مهربين أفدت المعلومات بأن المهربين يريدون أخذ هؤلاء الأطفال إلى باكستان بذريعة التعليم الديني ليذهبوا بهم إلى مراكز التدريب لطالبان فلما قمنا بعملية لتحرير الرهائن تمكنت قوتنا من الوصول إليهم جميعا وجدنا أنهم لا يمتلكون أي جوازات رسمية ولا أي تصريح رسمي المهربون كانوا يقومون بهذا العمل بمهارة عالية والهدف كان أخذهم إلى كراتش الباكستانية من أجل التدريب على العنف الشرطة بدعم من القوات المسلحة القتل قبض عليهم في مدرية مقر وبدأنا الآن التحقيق معهم يشن الجيش الباكستاني حملة عسكرية ضخمة في المناطق القبلية لمنع تنظيم داعش من التقدم في المناطق المجاورة لأفغانستان وفق ما ذكر المتحدث باسم الجيش الجنرال آسف غافور وأوضح الجنرال أن الحملة التي أطلق عليها خيبر أربعة ستشارك فيها القوات الجوية الباكستانية وستركز على المناطق الحدودية داخل منطقة خيبر القبلية أهلا بكم من جديد نتوقف مع جولة الصحافة نبدأ من صحيفة اليوم السابع المصرية والتي عنونت بدء التجارب الأولية على أول قلب نابض من السيليكون فقد بدأت مجموعة من الباحثين بالمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في التجارب الأولية على استخدام أول قلب من السيليكون والذي يعد تطويرا للقلب الصناعي وفي نفس حجم قلب المريض تقريبا ليحاكي وظائف القلب الطبيعية في الشكل والوظيفة استخدم الباحثون في تصنيع وتطوير قلب السيليكون عددا من المواد الطبيعية ليصبح نموذجا لمضخة الدم المستخدمة حاليا ولكن بها بعض العيوب من بينها أن الأجزاء الميكانيكية عرضة للمضاعفات صحيفة النهار اللبنانية علاج جديد يحمي قلب المصابين بالنوع الثاني من السكري كي لا تبقى أمراض القلب والأوعى الدموية المسؤول الأول عن الوفاء لدى مرضى السكري من النوع الثاني قدمت دراسة طبية حديثة علاجا جديدا يحمي قلب المصابين بالنوع الثاني من السكري العلاج يجمع بين دوائين سابقين في دواء جديد يضيف حلولا طبية جديدة لعلاج مرض السكري من النوع الثاني وهدفه توفير المزيد من الحماية للمرضى مع خفض مستوى الجلوكوز في الدم وخسارة الوزن والحد من ارتفاع ضغط الدم لدى المرضى الغدى الأردنية الكينوى منجم للفيتامينات وفوائد جمة فتعد الكينوى من أنواع الحبوب وتأكل أوراقها أيضا كالخضروات وهي نبات له القدرة على النمو في ظل أقصى الظروف وتحتوي الكينوى على جميع الأحماض الأمينية الضرورية كما تعد غنية جدا بالبروتين وقليلة النشويات فكل كوب من الكينوى يعطي ثمانية جرامات من البروتين إضافة إلى ذلك تحتوي على أحماض دهنية صحية خمسة وعشرون في المئة منها تأتي في صورة حمض الأوليك المفيد لصحة القلب وثمانية في المئة منها تأتي كأوميغا ثري وهو حمض مفيد لصحة الجسم وتنمية الذكاء صحيفة الرأي الكويتية الجمع بين الأدوية وبرامج الرعاية يحد من أعراض ألزهايمر فقد أفادت دراسة أمريكية حديثة بأن الجمع بين دواء شائع لمرض ألزهايمر وبرامج لرعاية المرضى يضاعف فعالية الدواء على تحسين قدرة المرضى على أداء مهامهم اليومية بشكل مستقل وقال قائد فريق البحث إن أبحاثهم الجديدة أكدت أن برنامج الرعاية الشاملة الذي يركز على المريض يجلب فوائد كبيرة للمرضى من حيث تنفيذ الأنشطة والمهام اليومية على نحو أفضل وأخيرا مع صحيفة القبس الكويتية ساعات العمل الطويلة تزيد اضطراب القلب فقد كشفت دراسة بريطانية حديثة أن الأشخاص الذين يعملون لساعات طويلة معرضون أكثر من غيرهم لخطر الإصابة بالطراب في ضربات القلب أحد العوامل التي تسبب الإصابة بالجلطات الدماغية وقال قائد فريق البحث إن هذه الدراسة تؤكد أن العمل لساعات طويلة له علاقة بزيادة نسبة الإصابة بالرجفان الأذيني في القلب الذي يعد من أكثر حالات عدم انتظام دقات القلب أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة الأردني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف حملة للتوعية بآثار العنف على تطور ونمو الأطفال المزيد في هذا التقرير سواء كان العنف لفظيا أو جسديا فإن آثاره تبقى ملتصقة بالطفل مدى حياته وكثيرة تلك الدراسات التي أثبتت أن الأثر الأعمق الذي قد يخلفه في الطفل هو ذلك العنف الذي سينمو معه ليشكل شخصيته التي قد تجنح إلى عنف متطرف أو إلى عزلة وانطواء لهذا كانت الحملة التي أطلقها المجلس الوطني لشؤون الأسرة الأردني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف للتوعية بآثار العنف على تطور ونمو الأطفال وتهدف الحملة التي تأتي تحت شعار علم لا تعلم وتستمر 12 أسبوعا إلى التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتغيير الفكر الذي يقبل العنف ضد الأطفال وتخصيص جزء توعوي يتعلق بأساليب الوالدين الإيجابية وبدائل العقاب كما تأتي الحملة كجزء من نهج شامل متعدد الأوجه والقطاعات لرفع مستوى الوعي ودعم تطوير السياسات لحماية الأطفال من العنف وتغيير السلوك والاتجاهات للقضاء على الممارسات التي تسيء للأطفال في أي مكان سواء كان ذلك البيت أو المدرسة أو الحي ويعاني العالم العربي بشكل عام من شح في المعلومات المتعلقة بالعنف الموجه ضد الأطفال وطبيعته وستتزايد حالات العنف الصادمة التي يتعرض لها الأطفال إلا أنه في أحد تقارير اليونسيف كشف تحليل إحصائي للعنف ضد الأطفال أجرته المنظمة في عام 2014 أن أكثر من بليون طفل في مختلف أنحاء العالم مما بين سن سنتين وأربعة عشر سنة يعانون من العقوبة الجسدية كما أن واحدة من كل أربع فتيات مما بين سن 15 عاماً وتسعة عشر عاماً يتعرضن للعنف الجسدي وهناك الكثير من النتائج والتبعات لهذا العنف وقد يكون من الصعب علاجه حيث يؤثر سلباً على نمو الأطفال في كافة المجالات سواء كان جسدياً أو نفسياً أو اجتماعياً يهوى العراقي حيدر جليل جمع المقتنيات والتحف وطوابع البريد والأشياء النادرة منذ عقود لكن ما بدأه جليل في شكل هواية لجمع الطوابع تحول الآن إلى عمل بدوام كامل ويفخر جليل الآن بأن لديه مجموعة مثيرة للإعجاب من المقتنيات التي جمعها بما في ذلك بعض الأشياء التي يقول إنها ذات أهمية تاريخية بالنسبة للقطع تتراوح 3000 قطعة إن شاء الله العمل النقدية تقريباً 800 عدنا عمل نقدية أقدم من العمل تقريباً تعود إلى 2500 سنة اللي هي منطقة الزريجي وراها تبدأ الإسلامية ورا الإسلامية العثمانية وهذه يعني بالنسبة للعمل وعدنا عمل تقريباً 500 قطعة يعني مو نظيفة يعني الواضحات 800 وورا العمل اللي بدي عندنا الفخاريات الفخاريات تقريباً بال500 قطعة تقوم هذه الجهات والمواطنين بتسليم القطعة الأثرية إلى مفتشية الآثار وبدورها مفتشية الآثار تقوم بنقلها إلى اللجنة الفنية في المتحف العراقي وهي لجنة فنية حصرية لديها الصلاحيات في النظر وإعطاء الرأي بعد رفض منحهن تأشيرة الدخول مرتين للولايات المتحدة للمشاركة في أول أولمبياد عالمي للروبوتات في واشنطن وصل فريق فتيات أفغانيات متخصصات في صناعة للروبوتات إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المنافسة العالمية هؤلاء الفتيات نجحن في صناعة الروبوت هو الأول من نوعه يصنعه فريق مكون بأكمله من الفتيات وخصوصاً من أفغانستان البلد الذي تمزقه الخروض حذرت دراسة حديثة من استخدام الأجهزة الذكية والحواسيب المحمولة قبل النوم مباشرة وكشفت الدراسة أن استخدام أي من الأجهزة اللوحية آيباد والحواسيب المحمولة والهواتف الذكية في السرير لا يجعل النوم أكثر صعوبة فحسب وإنما يؤثر على اليقظة والتعب في اليوم التالي أيضاً في أخبار الرياضة واصل سوسري روجا فدرير كتابة التاريخ وأصبح أكثر المتوجين في بطولة ويمبلدون بإحرازه اللقب الثامن في مشواره بعد فوزه على الكروتي مارين سيليتش بثلاث مجموعات دون رد بواقع ستة ثلاثة وستة لواحد وستة لأربعة النجم السويسري أنهى المواجهة في حوالي ساعة وإحدى وأربعين دقيقة يواصل بذلك عودته القوية للملاعب هذا الموسم كما أصبح روجا فدرير أكبر لاعب في السن يحصد لقب بطولة ويمبلدون بعمر الخامس والثلاثين محققاً لقبه الأول في البطولة الكبرى منذ عام الفين واثني عشر محققاً لذلك عزاني بأبرز العنوين ثلث الرقة محرر من داعش منذ انطلاق عمليات غضب الفرات بعد تحرير الموصل القوات العراقية تستعد لتحرير قضاء تلعفر من احتلال داعش الإمارات تشدد على ضرورة وجود مراقبة دولية في أزمة قطر وصلنا للختام للمزيد يمكنكم دائماً مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضاً متابعة بثنا المباشر في الموقع ذاته ألقاكم بعد قليل بموجز لآخر وأهم الأنباء ابقوا معنا شكراً للمشاهدة